اشتركوا في القناة او بتمشي العنصر بتاعك عليها او زي خط كده بتمشي او باث بتمشي عليه العنصر بتاعك عشان يتبع طريق معين ازاي لما بتيجي تشوف مثلا في تصر الزل على النت واحد عامل خط كده فراشة فراشة بتطير لما يجي اعمل فراشة اللي بتطير مثلا ما بيجيش اعملها عشوائية كده وخلاص بقول لها من هنا هنا لا ده هو بتلاقيها بالفراشة طلعة نازلة طلعة نازلة فبيبقى راسم خط متعرج وهي ماشية علي العربية اللي بتبقى في الافلام الكارتون او شخصيات او كلام ده بيمشوها ساعة بيمشوها على حاجة اسمها باث الباث ده عبارة عن خط بيرسموه وبعدين الابجيك ده يقول له تعالى من هنا ل هنا واتبع الخط ده ويبدأ يمشيه عندي نوعين من الجايدز جايدز في الكلاسيك توين وجايدز في الموشن توين خلينا نبدأ بالموشن توين عشان ده موضوع الشابطر بتاعنا اول حاجة هاتناء هعمل اتنين لير اللير اسمها جايد وليير اسمها انيمشن تمام؟ الجايد ده مش هحتاجه دلوقتي هحتاجه في كلاسيك توين خليناه في الانيمشن لو جيت وعملت ريكتانجل هنتخيل ان ده عربية هنتخيل ان ده معانا مع بعض ان ده عربية وهنيجي نضغط عليه كده وكليك على او ندوس على F8 ونحوله لموفي كليب وبعدين بقول له زي ما تعلمنا بلكده كريت موشن توين بيعمل لك ثانية واحد عايزك بقى في اخر فرام روح جاي موديه لهناك بالشكل ده شايف الخط ده الخط ده تابعا زي ما تعلمنا بلكده ممكن روح جاي مسكه كده لو انا جيت امسكه بالشكل ده وجيت حركة طبيعية بتاعته بيتنقلي من هنا ل هنا لأ انا عايز حاجة تانية خاصة لما لاجت هنا بلاقي المربع مش زاوية قايمة على الخط بتاعي يعني المفروض اللي هو لو هيمشي صح ان العربية ما تمشيش بوزها كده واشها كده على طول تمام وبعدين تلف بطريقة دي ماينفعش فباجي هنا لو بضغط على المنطقة دي بتاعت الزمن باجي بقوله orient to path روح ضغط ضغط بص بص اللي بقى كده هو حولها لك حولها لك حولها لك لإيه لفرامات وبدأت تتبع الباس بالشكل ده تعالي نعمل عربية او مجسم عربي او شكل عربية بسيط رجعت control z اخش جوه double click وباجي مسلا بروح جاي شايد ده كده شوية مثلا كده control مجسم عربية بسيط خالص مش هنرسم يعني الرسم يكون حاجة احترا فيه يعني حاجة بسيطة خالص بس ندل على المعنى ومسلا روح جايين هنا كده كده control ماشي وروح جايبين دايرة ونغير لونها ونروح جايين عن دايرة كده مثلا مناسبة ونروح جايين على الشيب ده قطعين من هنا ونجايين قطعين من هنا شكرا مع السلامة خلي دي مسلا خلي دي مسلا كده ماشي عندي العربية بالطريقة دي مسلا يعني او الفريم خليها كده عندي عربية هي عايزة ماشيها على رود معين او على طريق معين او على باث معين او خط ازاي بروح جاي على اخر فريم وروح جاي اقيل له وروح ودها لي هنا او ودها لي هنا وروح جاي اقيل له مثلا الرود بتاعك كان او الباث بتاعك كان ماشي كده لو انا جيت هنا بغطة داختة قول له orient توباث بص بروح جاي اعمل هاي ازاي بخلي هالك زاوية قايمة على على مين على الباث بتاع طب لو انا مش عايز كده اعمل ايه انت مش عايز كده خليها زي ما هي كده وبدأ اعمل انت بقى تمشيها كده عن طريق الفريم يبقى كأنك ماشي فروض بالظبط تاتيك تيك اللي كان بيمشي معه الجايز او الكارتون يبقى عندك نوعين يا اما تقول له orient توباث بس ده هيخلهلك ودي ساعات من اختتخدمها كتير جدا بالطريقة دي يا اما تقول له تعدله فرام باي فرام او تقول له اعملي بقى زي ما انت عايز بالشكل ده النوع التاني عادي نشيل بقى دي خالص نعمل واحدة تانية ونزالها تحت هنسميها مثلا سيركل هنعمل ايه بقى هناخد زمن شوية كده دفحة الكلاسيك توين وباك انا هشرح الكلاسيك توين ازاي ونعمل اول فرام خط هنعمل اول فرام خط باللون اللي هادي ده مثلا كده جميل وهنخلي الخط ده هنخلي الخط ده مثلا نقطعه كده من نص بكونترول نرفع بفوق انا عندي باث بالشكل ده عايز امشي الوبجيكت عليه اوتوماتيك بعمل ايه خلصت ده خلص اروح جاي هنا اروح جاي اعمل له بقول له اعمل لي سيركل وده الوبجيكت بتاعك بقى ايا يكون وتسميه وتروح جاي حاطط حاول بقى انا هقرب احاول دايما اللي هي النقطة الارتكاس دي البيفوت دي تبقى هنا بقدر امكان يعني على نص الخط ده تمام ده بالنسبة لأول من اول فرام طيب الفرام اللي بعد كده هلأخير خالص او مثلا هنا هقول له خدلي النقطة دي اعمل لهالي هنا سيركل كيفرام وخدلي دي هناك جميل طيب نحط عليها فلتر كده نحط عليها جلو ونفس اللون ونروح رفعين شوية ممكن نصغر دي شوية عشان توقع بس شكلها كويس بس هنا عملنا ايه كده ما ينفعش روح جاي راجع تاني بس البيفوت فين لا تتخش جوا بقى كده وتجيبها تجيبها على البيفوت بوينت لا في النص تمام نخليها ميديم نخلي حاجة زي كده حلو طيب هنيجي بقى مبالك ان اول فرام جير تاني فرام اول فرام جير تاني فرام جير تاني فرام يبقى اول فرام هناك تحت وتاني فرام اللي هو هناك وعايزين نعمل حركة بينهم طيب انا لو جيت قلت له انسيرت كلاسيك توين بعد ما اعملنا الحركة باجي بلاقي هوا سمع كلامي وراح تمام راح من هنا لهنا طيب ازاي بقى خليه يمشي على الخط اللي انا رسمه طبعا الخط ده مش هيبان خط ده ما يبانش كجايد في الموفي بتاعي بروح رايح على الجايد اللي فوق راح اقيل له اعمل لدي جايد طبعا دي دي العلامة بتاعته بروح جاي ماسك اللير ومنزلها تحتي كده شايف هنا الفرق كده تحتي بروح جاي خلص عمل وبص الاقي مشت على الخط الشكل طبعا نعمل تست الموفي كنترول انتر جميل طيب تعال بقى نهندسها شوية اول واحدة نعمل لها مثلا الالفا بتاعتها زيرو يبقى كده مختفية خالص بعين تظهر بالشكل تقدر بها تعمل لو انك تشيل الفرامات دي تمام يبقى كده انت عرفت النوعين بتاع جايز النوع بتاع الموشن توين والنوع بتاع الكلاسيك توين اشتركوا في القناة